السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كانت هذه أول مرة تشاهد هذه القناة أتمنى منك الاشتراك والضغط على زر لايك وهي نبدأ في هذا الفيديو أيها الأخوة والأخوات سنتكلم عن موضوعين الموضوع الأول عن أكلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها علاج للهم والحزن أكلة ستعرفونها في هذا الفيديو إن شاء الله والموضوع الثاني سأتكلم عن النساء اللواتي يعني أنشأنا قنوات ويعني يعرضنا في هذه القنوات مفاتينهم لكسب المزيد والمزيد من المشاهدة والله مستحن فأنا أتكلم في الفيديو الأول كما أخبرتكم سنتكلم عن أكلة لقد صدق الله عز وجل سبحانه وتعالى فيما قاله عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما حيث قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يحى فإن دين الإسلام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تترك شيئا إلا بيّنته وأوضحته وجلته لنا حتى في التداوي يا سبحان الله دين عظيم دين شامل يتكلم عن كل شيء حتى عن التداوي وحتى عن الأكل بعد أو بعض الصيحات العالمية الحديثة التي تدعونا إلى أن نأخذ دواءنا وغداءنا من الطبيعة وكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نادى بذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة وذلك من خلال طعام أوصى به لأهل ميت يذهب عنهم الحزن فقد ورد استمع إلى الحديث أين يوجد الحديث في الصحيحين يعني الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فقد ورد في الصحيحين عفوا من حديث عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلى أهلهن أمرت ببرمة تلبينة وهذا هو مربط الفرص التلبينة هذا هو الدواء وسأخبركم ما هي التلبينة فأمرت ببرمة تلبينة فطبخت وصنعت ثريدا ثم صبت التلبينة عليه ثم قالت كلوا منها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن يا سبحان الله أكل يذهب الحزن أكل يذهب الحزن نعم أكل يذهب الحزن من أخبر بهذا؟ أخبر به الذي لا ينتق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات ما كان يتكلم من تلقاء نفسه لا أبدا وإنما كل شيء كان يقوله إنما هو وحي من الله عز وجل قول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن والتلبينة أيها الإخوة والأخوات لمن لا يعرفه هو الحساء الرقيق شربة رقيقة وهي تشبه اللبن ومنها أو من اللبن عفوا اشتق اسم التلبينة يعني اشتق من اللبن وقال بعض العلماء وقد سميت تلبينة لشبهها أو لشبهها باللبن ولبياضها ورقتها وإذا شئت أو إذا أردت أن تعرف فضل التلبينة فعرف فضل ماء الشعير الآن سأفصل لكم ما هي التلبينة التلبينة أيها الإخوة والأخوات هي حساء يأخذونها من دقيق الشعير بنخالته يعني يأخذ الشعير ثم يدق يعني يطحن فيأخذ به ونخالته ثم يوضع مع الماء ويغلى على شكل حساء هذه هي التلبينة يعني تطبخ بالشعير يعني هو شراب الشعير مطحون وهي أنفع علاج لكل مهموم حزين كما أخبر بذلك من أنا لا البخاري لا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وأمي الآن علمنا وعرفنا وفهمنا ما هي التلبينة الآن الجزء الثاني من الفيديو الجزء الثاني من الفيديو أيها إخوة والأخوات لأنني حاولت أو سأحاول في كل فيديو أتكلم عن الموضوع لا بد أن أقدم نصيحة لشخص معين أو لفئة معين يظهر بعد الفينة والأخرى قنوات لنساء تسمي قناتها بروتيني اليوم فتقوم هذه المرأة بغسل ملابسها أو غسل بيتها أو يعني أمر من هذا وغايتها هي ليس الغاية هو غسل الملابس أو لا وإنما إظهار مفاتمها للشباب يعني ما هو الهدف إظهار المفاتم للشباب فتظهر بلباس شفاف والشباب نسأل الله السلام والعافية يعني لا يغضون أبصارهم ويلاحقون هذه المرأة في كل فيديو تحطه تجدهم يسارعون إلى مشاهدة هذا الفيديو فتكثر المشاهدات عندها وتظن في نفسها أنها قد حققت إنجازا عظيما عظيم لا يا أختي والله العظيم لم تحقق إلا الخسران إلا الخسران المبين أنت في خسران ولكن لا تشعرين لعل إحداهن تقول أنا سأصور الفيديو الآن لكن بعد عامين ثلاث سنوات يدخل مدخول مربح بعد ذلك سأوقف الفيديو وانتهى لا يا أختي هذا الفيديو الذي وضعته أنت قد أخذه أشخاص آخرين ووضعوه في قنواتهم ونشاروك أنت الآن منتشر في كل مواقع التواصل الاجتماعي أنت الآن مثلا عمرك مثلا ثلاثين سنة أو عشرين لما يصل عمرك إلى خمسين سنة وتكون عندك ابن وابنة وأبناء وأطفال وعندهم أصدقاء ويعني يرونك في اليوتيوب بذلك المظهر المخل للحياة أنت وصمة عار أنت وصمة عار في جبين أطفالك أنت لا تستحقين أن يكون لك أبناء وبنات لا تستحقين أن تكون في هذا المجتمع أساسا لكن الله المستحن يعني نحن السبب نحن السبب تبعنا أو تبعنا المحتوى الهابط وتركنا المحتوى المفيد الذي يقدم شيء مفيد سواء في الصناعة أو في الدين أو في التعليم أو في أي شيء المهم يكون محتوى قيم محتوى له له فكرة يعني يستفيد منها الناس أما أن تظهر جسمك أمام الناس وما الفائدة ما هي الفائدة تجرين ذنوبك وذنوب من ينظر إليك وذنوب من فعل المعاصي بالنظر إليك كل تلك الذنوب تضعينها فوق رأسك والطامة الكبرى والطامة العظيمة أن أبنائك سيكبرون وسيشاهدونك أنت بفيديوك سيشاهدونك وأنت في عمر الخمسين وفي عمر الستين وفي عمر السبعين فيا أخوتا انتبهوا لهذا الأمر اتقوا الله عز وجل توبوا إلى الله عز وجل ابتعدوا عن هذه الأمور لا تغرنكم الدولار والأورو ومئة يورو أو مئة دولار لا 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 انظروا إلى العاقبة انظروا إلى ما هي عاقبة هذا الأمر والله العظيم إن عاقبته وخيمة ووخيمة جدا لعلي النصيحة تكون قد وصلت ولعلي أكون قد بلغت ولعلي أكون قد أبرأت ذمتي ونسأل الله عز وجل السلام والعافية وأن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين قولوا آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته